الآن بعد أن أعطينا الخصائص المطلوبة في الواجهة الثانية من التطبيق نبدأ ببناء هذه الواجهة خطوة بخطوة في البداية الوريينتيشن لللي اوت الرئيسي سأجعله vertical يكون عمودي الآن مثل ما ترى أمامك الواجهة في الأعلى هناك XXYY XX يمثل رقم السؤال والYY يمثل عدد الأسئلة طبعا أنا قمت بإعطاء نظرة عن التطبيق في بداية إنشاء التطبيق يمكنك مراجعة الدرس الأول من اليور أب الآن في داخل اللينير لاي اوت سأقوم بإنشاء لينير لاي اوت آخر أعطي match parent match parent وأعطي orientation android orientation وأعطي horizontal هذا اللاي اوت سيمثل الXX والYY يعني سأضح في داخلي text view يمثل الXX ويمثل الYY الآن قبل ذلك في اللينير الرئيسي اللي هو الvertical هنا سأستخدم خاصية الweight sum وتحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل هنا أعطي مثلا 100 يعني الآن اللينير الرئيسي اللي هو الvertical الوزن الكل له 100 بعد ذلك هنا اللينير الثاني الموجود في داخل اللينير الرئيسي أعطي layout weight مثلا 8 يعني الآن هذا اللينير يأخذ من الوزن الحقيقي 8 تمام الآن بعد ذلك هنا سنضع في داخله text view لاحظ text view ويعطي wrap content wrap content sorry wrap content نعطي id android id ويعطي مثلا tv اختصارا للtext view XX تمام هنا نعطي text android text ويعطي مثلا XX بهذا الشكل تمام وانشئ text view آخر يمثل الواي wrap content wrap content ويعطي id android id هنا أعطي tv yy ويعطي text أيضا android text yy الآن في داخل اللينير الهوريزانتل الحاوية أضع خاصية android layout أو gravity مباشرة gravity ويعطي center لاحظ وضعهم في هذه المنطقة أغير layout height ويعطي wrap content لكي يكون بقدر المحتوى تمام الآن نعطي للtext view android في الأسفل android text size ويعطي مثلا 30 كبير جدا 30 أو 25 sp تمام كذلك ل text view الآخر بهذا الشكل تمام الآن أيضا سننشئ layout آخر linear layout ويعطي الودث match parent هنا ويعطي wrap content تمام أيضا سأستخدم له layout weight layout weight ويعطي من الكلي 20 يعني يأخذ من المساحة الكلية أو من الوزن الكلي من 120 فالآن نحن أخذنا من يعني الوزن الكلي اللي هو 100 أخذنا منه 28 يعني 8 زائد 20 28 تمام في داخل هذا layout سنضع question text view يمثل question السؤال طبعا أيضا سنضع button الاستماع لكن هذا الشيء فيما بعد text view أعطي wrap content wrap content وهنا نعطي android text ونعطي النص question بهذا الشكل ونعطي ID لكي لا ننسى android id tv اختصارا لل text view question وممكن تعطي ID آخر ونعطي text android text size 30 s sb تمام تمام الآن نستخدم خاصية المارجن خاصية المارجن android layout 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 margin left مثلا 40 90 نعطي مثلا 50 60 dp الآن في جنب text view سنضع button button الاستماع ونعطي wrap content wrap content ونعطي id android android btn مثلا voice يعني استماع لكن نضع هذا البوتون قبل text view بهذا الشكل وبالتالي لا نحتاج المارجن سيكون بشكل ملاصق مع البوتون الآن بعد ذلك ننشئ layout آخر linear layout وعطي match parent الودث والهيث وعطي wrap content تمام وفي داخل هذا linear layout سيكون الanswer يعني إجابة السؤال إجابة السؤال فنضع في البداية نعطي layout 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 وعطي مثلا 60 من ال white الكل تمام وبعد ذلك نضع في داخله scroll view scroll view scroll view هذا يكون الودث له match parent والهيث يكون wrap content يجب 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 أن يكون في داخل scroll view مثل ما ذكرنا linear layout هذا يكون match parent الودث ويكون wrap content و orientation و يكون vertical orientation vertical و أيضا نحدد للينير الموجود الكلي يحتوي على هذا الcomponent أيضا vertical orientation vertical طبعا هذه الأمور تحدثت عنها بشكل مفصل لذلك الآن لا أفصل في هذه المساعة لاحظ الآن هنا layout الأول يمثل رقم السؤال وعدد الأسئلة وهذا البوتون هو بوتون الاستماع وهذا السؤال سيكون في هذه المساحة أو المنطقة الأسفل منه سيكون الإجابة في داخل هذا اللينير layout سأضع text view لاحظ text view wrap content wrap content ونعطي text معين android text sorry text يكون مثلا trace أي button for answer تمام طبعا الحجم صغير جدا للتكست فنعطيه حجم معين android text size وعطيه مثلا 30 SP أعتقد الحجم مناسب بعد ذلك نكون linear layout آخر linear layout أعطي match parent sorry match parent هنا أعطي wrap content وأيضا نعطي له orientation ونعطي white نحط android lay out weight نعطي مثلا بقي لدينا 12 من المية بعد ذلك نبدأ بوضع buttons الثلاثة في داخل هذا linear layout نبدأ من البوتون الأول أعطي مثلا 50 DP الوجث والheight كذلك 50 DP تمام نقوم بنسخ copy لكي نسر العملية بهذا الشكل وداخل linear نستخدم gravity نعطي center تمام طبعا أعتقد يعني 50 قليل نعطي مثلا 60 في 60 و نقوم بوضع هي للبوتون الآخر كذلك للبوتون الآخر أعتقد الآن الحجم أصبح مناسب لحظ في درس عندما قمت بشرح layout weight و layout أو weight sum ذكرت إذا كان vertical فبعد ذلك بعد أن أعطي يعني الآن لحظ weight sum 100 هنا أعطيت 8 لهذا linear والlinear الثاني أعطيته 20 أصبح 28 20 اللينير الثالث أعطيته 60 أصبح 86 أو 88 وبعد ذلك أعطيت 12 أصبح 100 بما أنه الorientation للlinear الرئيسي vertical فلاحظ أأتي إلى اللينير الأول وأقوم بحف height له وأعطي صفر DP لحظ كذلك اللينير الثاني صفر DP لكي يتم فقط الاعتماد على الوزن كذلك اللينير الثالث أعطي صفر DP واللينير الأخير أيضا أعطي صفر DP في height وذكرت إذا كان إذا كان اللينير الرئيسي horizontal سأعطي للودث صفر DP الآن نقف عند هذه النقطة طبعا هناك تفاصيل أخرى نضيف الألوان نقوم بتحديد أماكن العناصر بشكل R-Tip نكمل في الدرس القادم